اشتركوا في القناة اللي بتصدر عن وزارة الصحة وعن كل الأجهزة الطبية المصريين الحمد لله مستمرين في تحدي كل هذه التحذيرات وبيكلوا في سيخ زي ما هم عايزين ويعني لما بيقولك ستة بس اللي حصل لهم حالات تسمم فالناس بتتطمن يعني حقيقة الموضوع بتاع تحذيرات شام النسيم ده بيديني مؤشر مهم جدا لما الواحد يجي يتأمل كده اللي بيحصل في البلد تدرك انه مهما كانت قوة الإعلام والوسائق اللي عنده والمستندات والأدلة الطبية والأدلة العلمية والأدلة المعرفية بسم الله ما شاء الله احنا ماشيين زي القطر باش ما فيش حاجة هتأثر فيه معتقداتنا وأعرفنا كل اللي احنا عايزين في سيخ هي في سيخ ما فيش كلمة يعني ما بنتكلمش في الموضوع فيش هزار انت بقى الإعلام كله عمال شغال بقاله يجي خمس ست ايام من قبل اعياد الربيع على الصحافة على الجرائد على وزير الصحة على بيانات تحذيرية على كل اللي انت عايزه فيش حد ما شاء الله مبطل في سيخ خالص بالعكس يعني لسه حتى النهاردة لسه زملائي زملائي في هنا في الاعداد بيكلموني على انهم عايزين نخلص بقدر بقى رئيس عشان خاطر نروح عشان الفيسيخ والفيسيخ والرنج الرنجة يمكن ما فيهاش مشكلة قوي لكن الفيسيخ رغم كل مشاكله كل ما صيبه كل بلويس سودة الحقيقة احنا المعدة حديد وتخدم الزلط وما حدش يقدر يأثر في المصريين أبدا ما تقوليش بقى الاعلام بيأثر بسم الله الرحمن الرحيم الاعلام بيأثر كان بيأثر في الثقافة العامة للمصريين انا اجزم اجزم ان كل اللي احنا بنشاهي اصفيه ده وبنهاي اصفيه مالوش اي علاقة بالتأثير على المواطن في الاخر لان المواطن بياخد اللي هو عايزه انت اقول زي ما انت عايز احكي هات قدلة علمية هات قدلة طبية اتكلم في الفيسيخ اتكلم في دلالاته الصحية اتكلم في التسمم اتكلم في الملح وقدي ايه كلف فيه صيادين بيفجروا المية ويجيبوا الثمك ميت كل الحاجات دي يجي يقوم وقرار المصريين ان هم يعملوا اللي هم عايزينه يقوم تاني تقال حقيقة مش بس في الفيسيخ يعني ده في كل حاجة كل حاجة احنا عندنا وعينا ومعارفنا وثقافتنا بتتغير بصعوبة جديدة يعني مش بسهولة كده الواحد يجي يقول انا هغير ثقافة المصريين بمجرد ان انا عندي برامج موسمية كل شو هتطلع تهيس وتقول ايه يا جماعة بلاش الفيسيخ يا جماعة الفيسيخ وحش يا جماعة الفيسيخ يا جماعة الفيسيخ ضار بالصحة ووزير الصحة وطائم وزارة الصحة كل الحقيقة شايفهم في كل المحطات وفي كل الجرائط فيش واحد يتكلم على الفيسيخ كلمة عيدلة لله كل الناس شيطين في الفيسيخ وبيلعانوا اليوم اللي شفنا في الفيسيخ ومع ذلك مصرين قطر فيش كلام ده ده يدلين على حاجة من وجهة نظر يعني مش يحولك لقضية التنظير ولا قضية فلسفية ولا الكلام الفاضي ده لا بس انا بتكلم في قضية الحياة من حياتنا اليومية اكلنا وشربنا يعني كل يوم انه عشان تغير حاجة في وعي الناس وفي ثقافتها وفي افكارها وفي سلوكها اللي متورفعة عبر اجيال ما ينفعش ان انت تشتغل موسمي لازم تشتغل على مسارات مختلفة يعني لو انت حطت الفيسيخ ده في دماغك وشي فعلا بيدور بصحة المسويين ما احنا بنسأل ليه اكبادنا بايزة ليه كلياتنا بايزة ليه عندنا اخطر الامراض الفيروسية اللي موجودة في العالم موجودة عندنا وفيه امراض متوطنة نصرف فلوس كتير جدا على كبد وبائي وعلى غسيل كلاوي وعلى امراض كبد حاجة فضيعة فضيعة وبعدين تقول لي لا الفيسيخ ما بيعمل ليش حاجة وبعدين الدولة باعلامها والاعلام الخاص بكل حاجة ما بيجي يغير يغير عايز يغير قبلها باربعات ايام وعايز يقضي يصوت على الناس هاربعات ايام عشان ما تكلش في سيخ والناس ولد يا عم حديد ما شاء الله عايز تغير بجد ثقافة ووعي وتفكير وطريقة ادارة والبلد تتقدم لقدام والحاجات الطبية تبقى محترمة ولما تطلع تحذير طبي يبقى مقدر وكل الكلام ده لا انت محتاج تشتغل مش على شوية ناس قاعدين مسكين الميكروفون وقاعدين يهتفوا في الناس تهاتة اربعة ايام عايز تغير لازم تغير بمنهج ومنهج طويل في مدرسة وفي جامع وفي بيت وفي جامعة وفي مؤسسات ثقافية وفي مسارح وفي دراما وفي سينما ده عشان تغير بس للأسف الشديد انا مش باتس بتكلم على الفيسيخ برضو التلحدق يفهم بتكلم على كل الافكار اذا انت اذا احنا خسرانين معركة الفيسيخ بسم الله الرحمن الرحيم كده كلنا خسرانين معركة الفيسيخ كلنا مدركين خطورته وانت هتلاقي نص المزيعين اللي كانوا بيتكلموا بيحوروا المستشانين الاعلامين بتعوذرت صحة على موضوع الفيسيخ اقسم بالله تلقي بنصوهم بيأكلوا في سيخ انا عرف اتنين تلاتة دلوقتي حالا بيأكلوا في سيخ يعني انت عشان تغير افكار لو احنا قلنا لا ده فعلا فيه اضرار طبية ونجوز جبير جدا من الامراض الميكروبية والفيروسية اللي موجودة في بلادنا بسبب النوع الاكل اللي احنا بنأكله ما ينفعش واحد قبلها بتلاتة يام ما ينفعش تعطي دعا والناس خدت عليك ان انت مهرج بتطلع تتنطط وقعدين ستة ستة اشخاص ثمان اشخاص هما اللي بيصابوا بحالات تسمم لكن التأثيرات تضارة بعد كده بتحصل تأثيرات تضارة اكتر ميكروبية وفيروسية وحاجات تانية واحنا ولا هممنا وبتكتفي الدولة بالتوسيل المشرف اللي هو ايه اه والله احنا قلنا اللي انت عايزه بقى اعمله وانت عايز في سيخ انت حر بقى اضرب دباجك فالحب بقى كل اللي تاكله انا مالي بس ما بناخدش بلا ان احنا بنرجع ندفع قتمان دي بعد كده ان انت تلاقي مثلا الرجال عندنا في سن الخمسين دي شكله يجي ستين خمسة وستين العجز بين عليهم مستويات الامراض الكبدية والوبائية اللي موجودة في القرى فلوس اللي بنصرفها طب مين ده لو عايز تغير طب سايب مصانع الفيسيخ دي ليه ما تقفلها ما تشتغل عليها لو هي بتجيب لك اضرار فعلا وبيتجيب اضرار فعلا مش قضية التسمم بس وعتفكر ان الستة ولا التمانية ده موضوع كبير موضوع الفيسيخ ده اضراره كتير بس يعني ها لا يا عم احنا بناخد كله زي الفل نشوكوا بايتين ماها على شاي تقيل بتاعوا شوية ملانة بقى على خيارتين نتخلص الموضوع ولا اي حاجة ولا الهوى واللمون هيقتل كل الميكروبات لا يا حبيب ما بيحصلش كده قضيتي بقى في اللي بيعمل كده دي واحد بس قضيتي الاكبر ازاي الاعلام والدولة اعلام الدولة والاعلام الرسمي والاعلام الخاص لما بيجوا يتعاملوا مع قضية بيتعاملوا معها ازاي بتعاملوا معها ببقس للأسف وبيتعاملوا معها من فوق الوش كده عارف فاكر قونية اشر البندق بتاع فيلم اشر البندق بنتعامل في اشر البندق مش في قلب البندق ما بنخشش في جوهر الموضوع وما بقاش عندنا اصرار على التغيير هتديك امثلة كتير جدا مش قضية الفسيخ هتديك امثلة الخطاب الديني تغيير الخطاب الديني عملين نقول ولازم وانا قوم التكفير وانا قوم بتاع وبعدين موسميا تحصل عملية ارهابية توس لقي قومة التكفير ومقومة الارهاب تموت الاحداث والدنيا تهدد تلاقي الموضوع كله سكت كله سكت كله 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 اعلام سكت والدولة سكت واعلام الدولة سكت والمقالات وقفت عن الموضوع والازهر خد جنب ومش عارف ميه ما اتكلمش وخش وبعدين طلعلك واحد زي فسل كده يشتملك الصحابة فاحنا نقوم تاني ونقول هيوه ده تغيير خطاب الدين لأ مش عايزين كده لا يا عم تغيير خطاب الديني ده هيودينا في ده رجل عندي ابن حي شعبي وفاهم كواس جدا الحاجات دي بتشتغل ازاي على الارض الماكرة دي شغالة بتنتج دلوقتي ناس تانية وافكار تانية وافكار بتتوالد فين بقى الاعلام والدولة وبتاعه وإيه التغيير اللي حصل كله موسمي كله موسمي على حسب الحالة مزاجنا النهاردة ضد الفسيخ اه خلاص تمثيل مشرف الاعلام والدولة وكله ايمين على نظرية التمثيل المشرف اه احنا والله يقولنا الفسيخ وحش احنا والله يقولنا التكفير ده مش ولابد والله يقولنا لازم نجدد الخطاب الديني مصرين بقى يتصرفه لا لا وده مش منهج ده مش منهج احنا كده بنفرط في أسس فكرية وفي وعي عام اه ماينفعش ان هو يفضل كده متردد يمين وشمال ماينفعش طب انت النهاردة ايه اللي بقى سور الفسيخ مانا بقيتش اتكلم عن الفسيخ بس وبعدين دي رين جابني مش في سيخ اه ولا شفت في سيخاة واحدة حظاً حظاً اشتركوا في القناة